مشاهدين أسعد الله أوقاتكم إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة هناك انخفاض قليل وتدريجي على درجات الحرارة خلال الأيام القادمة طقس راح يكون حار نسبي إلى حار نهارا لكن راح يكون بإذن الله معتدل إلى رطيف ليلة مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن الكتلة الهوائية الحارة والتي أثرت على المملكة وسببت موجة حارة قوية طويلة أثرت على المملكة خلال أيام القليلة الماضية هذه الكتلة الهوائية الحارة بدأت بالتراجع تمثل اللون السكني واللون الأحمر الغامق هذه تتحرك تدريجيا باتجاه الشر ويقترب من المنطقة كتلة ذات درجات حرارة أبرد ورطوبة أعلى قليلا هذا تمثل اللون الأحمر الفاتح إذن هناك انخفاض تدريجي على درجات الحرارة بإذن الله من الغدن الأحد وخلال الأيام القليلة القادمة الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء حارة نسبيا إلى معتدلة الحرارة العظمى المتوقعة 22 واللي بخلينا نقول أن أجواء حارة نسبيا إلى معتدلة هو الرطوبة النسبية مرتفعة حوالي 82% وبالتالي تصبح درجة حرارة الشعور أكثر مما هي عليه وبالتالي يكون شعورنا أن درجة الحرارة أكثر من 22% ودرجات الحرارة أكثر مما هي عليه بسبب الرطوبة المرتفعة الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأيام القليلة القادمة انخفاض قليل على درجات الحرارة يوم غدن الأحد الأحوال الجوية المتوقعة أو درجات الحرارة المتوقعة تكون ما بين 32 إلى 34 يعني تكون أعلى من المعدل ما بين درجة إلى ثلث درجات أجواء حارة نسبيا تقريبا إلى حارة لكن أقل من درجات الحرارة أقل من درجات الحرارة اللي سادت خلال الأيام القليلة الماضية والصغرى بتكون بحدود 22 درجة مئوية أيضا لاثنين أجواء ما بين حارة نسبيا إلى حارة معدل عظمى ما بين 32 إلى 34 ومعدل الصغرى بحدود 21 الثلاثة انخفاض على درجات الحرارة شاء الله تعود بإذن الله إلى حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة نعم بتكون الأجواء صيفية عادية درجات الحرارة حول معدلاتها راح تكون العظمى أو معدل عظمى في مختلف أجزاء عمان ما بين 28 إلى 31 والصغرى بحدود 19 درجة مئوية أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة فهي بالشكل التالي في المناطق الشمالية أجواء حارة نسبيا إلى حارة إربط 33 إلى 23 عجلون 33 إلى 21 جرش أجواء حارة 35 إلى 23 كذلك المفرق حارة 36 إلى 21 درجة مئوية المناطق البسطة البلقاء 32-21 مأدبة 32-22 عمان 32 إلى 34 أجواء حارة إلى حارة نسبيا والصغرى بحدود 22 الزرقاء أجواء حارة نسبيا إلى حارة 36 إلى 22 والبحر الميت طبعا أجواء حارة العظمى بحدود 39 والصغرى 29 درجة مئوية أما المناطق الجنوبية أيضا أحوال جوية ما بين حارة نسبيا إلى حارة 33 إلى 22 في الكرك والطفيلة العظمى 31 وصغرى 22 الشراحة 32 و21 أما العقب في أجواء حارة العظمى المتوقع 41 وصغرى 28 كذلك منطقة معان أجواء حارة العظمى المتوقع 39 وصغرى 26 أما المناطق البادية الشرقية فهي أجواء حارة بامتياز الأزرق والصفاء والرويشد العظمى المتوقع بحدود 42 والصغرى بحدود 25 درجة مئوية مشاهدينا شكرا لمتابعتكم نتمنى الجميع السلامة لكن هناك انخفاض تدريجي وقليل على درجات الحرارة بإذن الله وسنلاحظ أن هذه الأيام القادمة ستكون درجات الحرارة أقل بكثير مما كانت عليه الأسبوع الماضي نتمنى الجميع السلامة شكرا للمتابعة النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات الجي الرؤية الحديثة شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة